مازلنا أيضا مع الموضوع نفسي حيث عقد سباح الأربعة مؤتمر صحفي بإشان رحلة الفضاء المأهولة شنجو الثمانية عشر خلال المؤتمر أجب لين شي تيان نائب مدير وكلة الفضاء المأهول الصينية عن أسئلة حول الوضع العام فيما يتعلق بتطوير وإعداد رواد فضاء ومتى ستقوم الدفع ترابع من رواد الفضاء الاحتياطية بتنفيذ مهمة فضائية وفق عند الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء المأهول يتطور ويتوسع فريق رواد الفضاء الصيني تدريجيا مع التركيز الوثيق على احتياجات مهمات الرحلات الفضائية المأهولة الجديد بذكر أنه في عام 1998 اخترنا الدفع الأولى من 14 رائدة فضاء من بين طياري القوات الجوية وفي عام 2010 تم اختيار الدفع الثانية من سبعة رواد فضاء من بين طياري القوات الجوية وفي عام 2020 تم الانتهاء من اختيار الدفع الثالثة من رواد الفضاء الثمانية عشر من ثلاثة أنواع مختلفة بمن فيهم طياروا الفضاء ومهندسوا الفضاء وخبراء الحمولة وتم اختيارهم من القوات الجوية والقطاع الصناعي ومعاهد البحوث وفي الوقت الحاضر بات اختيار الدفع الرابعة من رواد الفضاء على وشك الانتهاء الدفعة الأولى من رواد الفضاء تغلبت على الصعوبات ونجحت في اكمال أول رحلة مأهولة وأول خروج من المقصورة وأول التحام يتم التحكم فيه يدويا وغيرها من المهام البارزة ذات الأهمية التاريخية كما قادت الدفعة الثانية من رواد الفضاء لتقديم مساهمات بارزة على اكمال بناء المحطة الفضائية مما يعد أمرا يستحق الاحترام شاركت الدفعتان الثانية والثالثة من رواد الفضاء في كل مهمات بناء المحطة الفضائية وأصبحت القوى الرئيسية في مرحلة تشغيل المحطة الفضائية وتطويرها ما يعد أمرا يستحق الثقة بعد انتمام الدفعة الرابعة من رواد الفضاء إلى هذا الفريق سيقومون بتنفيذ مهمات تابعة للمحطة الفضائية وتحقيق هبوط الرواد الصينيين على سطح القمر وهذا أمر يستحق التطلع إليه وفي الخطوة التالية سنكاسف الجهود من أجل تسجيع رواد الفضاء الأجانب وسياح الفضاء على المشاركة في رحلات المحطة الفضائية ستستقبل المحطة الفضائية الصينية المزيد من الأعضاء الجدد ذوي الهويات المختلفة في المستقبل القريب